ثمانية أيام فقط بين المترشحين الاثني عشر لرئاسية فرنسا وانطلاق أولى جولة الاقتراع وإذا كانت الحملة الدعائية للانتخابات قد انطلقت ميدانيا قبل أسابيع لدى بعض المترشحين خاصة متصدرية طيار اليميني واليميني المتطرف فإن منافسهما الأبرز الرئيس إيمانويل ماكرون قد دشن السبت أول مهرجان انتخابي لتعبئة أنصاره تجمع شعبي حدد له ماكرون صبغة التفاعلية والتشاركية مع إلقائه خطابا يرتكز أساسا على ثلاثية من نحن من أين نأتي وأين نذهب وإذا كان ماكرون يعول على ارتفاع أسهمه موازة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية فإن لقاءه بالألاف من أنصاره بمصرح آرينا غربي باريس يضعه بشكل مباشر حسب ملاحدين أمام زخم شعبي يريد من خلاله الرئيس المنتهية ولايته لم سما تترجمه نتائج استطلاعات نوايا التصويت التي ترجح كفته لحد الآن يأتي هذا في وقت تواصل المنافسة الأبرز لمكرون مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان حملتها ميدانيا بتنظيمها تجمعات محدودة بعيدا عن المدن الكبرى ضمن سياسة تريد من خلالها لوبان الوصول إلى الناخبين في المناطق البعيدة التي يشعر فيها هؤلاء بأنهم مهملون حسبها خاصة وإن بدت مركزة في خطاباتها على القدرة الشرائية التي تتصدر اهتمامة الفرنسيين سيما في ظل انعكاسة الحرب في أوكرانيا على بلادهم وعلى غرار مرشح اليمين المتطرف إيريك زيمور الذي يحاول حشد الدعم له بعقد لقاءة جوارية خاصة بالجنوب يعكف مرشحون آخرون على تكثيف وطيرة تجمعاتهم الشعبية ولقاءتهم بأنصارهم في باقي المناطق مثل ما عليه الحال مع كل ميانيك جادو وفابيا روسيل وكذا جون لوك ميلونشان ترجمة نانسي قنقر